بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة العالمين النهاردة ان شاء الله يا جماعة مع طريقة تسطيب Windows 7 من الفلاشة والطريقة سهلة جدا ان شاء الله وأتعجبكم وما فيش أسهل من كده ان شاء الله اول حاجة هنخش على موقع اسمه موقع معتز دوت نت تمام اهو معتز دوت نت تانية حاجة هنخش على القائمة هنا هنلاقي هنا مكتوب Microsoft Productions تمام هتلاقوا فيها هنا Windows A جميع انواع الويندوز هات الموقع ده بصراحة يا جماعة من احسن المواقع المفضلة في العالم العربي بصراحة اهي Windows 10 نهي باخر update اللي هو بطاريخ اغسطس 2020 وهنا Windows 7 S B ليه Surface Back 1 ديول بوت اغسطس 2020 ديول بوت دوت اللي هو ايه اللي هي بنوعيها اللي هي اللي هي ال X32 وال X64 هندوس هنا كده ان شاء الله ونقوله ايه ونقوله download هتفتح لنا الصفحة هنا مكتوبة هنا Direct download هندوس هنا Direct A download تمام هتفتح لنا الصفحة التانية Go to download page اهو تمام هيبتدي اللي هو هنا اول ما تدوسه click هنا يا جماعة اهو طبعا هتقفله اي صفحة تانية اول ما تدوسه click هنا اهو هتبتدي اللي ايه ابتدأ عملية التحويل اهو طبعا هو مش هتقربوا اتتلك كتب دولت اللي ما تكون مصطب ببرنامج اسمه winrar عشان النسخة دي بتنزل ايه مضوطة طبعا انا هكانسل ده بقى عشان انا محمل النسخة قبل كده بعد اما تحملوا يا جماعة النسخة بنع الموقع كده بالطريقة ديت تمام هتلاقوا هخش انا على my computer اللي هو this piece bc يعني تمام هتلاقوا هنا في download النسخة هي windows 7 sb1 dual boot كذا النسخة وهي مضوطة يا جماعة طبعا بعلامة الحزام اهو بتاعت ال winrar اهي winrar archives 5 جيجا 69 ميجا تمام طبعا لازم طبعا لازم تسطابوا كمان برنامج اسمه ISO اهو برنامج الايزو هيا جماعة اهو فين برنامج الايزو اهو ultra ISO تمام فلازم تسطابوا برنامج ايه تسطابوا برنامج الايزو وبعد كده في برنامج تاني طبعا هتحمله منين الايزو ده هتحمله من هنا بردو كده هتكتبوا في السيرش هنا ultra ISO او ISO على طول تمام ادي ISO اهو هيجيب لك بقى ايه كذا حاجة من ضمنها ultra ISO هنا بور اس و ايه ايزو ده وممكن ultra ISO برنامج تمام تحملهها طبعا لازم تتأكدوا يا جماعة علامة الاربع شبابيك اللي جمع بعضها ده معناها اللي دي علامة الويندوز اللي النسخة دي مجهزة اللي هي تتسطب على الويندوز لان فيه انواع كتيره من الكمبيوترات والمكبوك والكلام ده كله اللبات يعني فكل حاجة ليها حاجة يعني اللبات اللي ليها مثلا اللبات اهيه زي علامة الابل دي تمام اهي زي كده هتدوس عليها كده اهي الترى هنا كده اهو تمام ودوسه هنا يا دون للود طبعا انا مش هايه اهو ودوسه كده اهو الترى ايزو هي ودوسه كده طبعا اهو طبعا يا جماعة انا هاكانسل دوت عشان خاطر اهو نزل هو تحت اهو الترى ايزو برايين طبعا انا متسطابه اصلا بس انا بريكو طريقة تصديبه ازاي وطريقة السيرش عمو فالاايه في الموقع المعتز ده ازاي تمام بالنسبة بقى للبرنامج الاخير اللي احنا هنحرق عليه نسخة الويندوز على الفلاشة تمام اول حاجة اهي هندخل الفلاشة كده يا جماعة اهي اهو ارتعي ان شاء الله تانية حاجة بقى هنخش نكتب هنا في الموقع المعتز ده هنكتب رفيوز اريو اريو اف يو اريو اف اي اف يو تمام اهو رفيوز اه سيلي بوينت سيكس بيلد الف وخمسمية واحد وخمسين ولازم نتأكب برضو من الاربع شبابيك دولار اللي هي دوت صحيح صالح البرنامج ده اللي هو ينزل على الايه على النسخة هو برنامج يا جماعة ما بتسطبش هو اول ما بتفتحه حتى لو انت مسطب الوينرار اه اول ما بتشغل البتاع دوت اه البرنامج بينزل نسخة مضغوطة زي كده زي ما وردت حاضرك اهو اهو دون نود تمام اهو رفيوز اه اندرسكور سيلي بوينت سيكس الف وخمسمية واحد وخمسين تمام 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 هنفتح بقى كده هندوسها على الريفيوز ده اهو تمام اهو نفتح كده اهو هيبتدي في ايه في عملية التحميل هيفتح لكو هيفتح البرنامج عادي مفهوش اي مشكلة دي وانت اهو يعني انت عايز تفتح البرنامج ده فتقول له اه بابش مشكلة اهو بعد كده بقى في ملحوظة مهمة مهمة او يا جماعة اللي لازم ندوس كيليكا يمين من هنا كده ونقول له ايه اكستراكت هير يعني لازم تفتح للايه تشلي بقى الضغط اللي على الاستوانة اللي ايه نسخة الويندوز السيفن دي تمام اول ما هتنزل هتنزل لكم طبعا بايه بالضغط هتنزل لكم بقى مفقوكة بس عليها علامة الاستوانة بس قبل ما تفكوا الضغط لازم تكونوا مصطبين يولترا ايزو دي بعد كده هتلاقوا ايه بقى ويندوز سيفن اهيه بالشكل الاستوانة الايه الترا ايزو المكتوبة ايه فايل المساحة بعد ما فكنا الضغط بقى 6 جيجا و140 ميجا تمام طيب احنا هنعمل ايه بقى هنخش على البرنامج اهو هو ارى هو ارى البتاق ده طبعا يا جماعة انا كنت حاطت ويندوز قبل كده اللي هو ويندوز 10 اكس 64 فطبعا ايه انا هاضطر اللي انا اغير ايه الامتداب بتاعه ده فهو هو بقولك ايه اريدي اصلا هو شغال فهنعمل ايه هنتأكد من بيانات ديت ونفرمت الفلاشة الاولى جماعة انا اقول لكم انفرمتها ازاي اهو تمام نقول له سيليكت كده وهنقول له ايه على الايزو بقى نفسه اهو اهو تمام يا جماعة اهو كل حاجة زيه اظهرت بس طبعا فيه مرحوظة مهمة جدا برضه ايه هي بقى اه نتأكد البرتشن ده بالجي بي تي جي بي ايه الجي بي تي تمام وبعد كده هنغير بقى الايه الفوليوم لابل دوت نخليه ويندوز 7 او هو اساسا هو واراها وارا ال ايه اليوزر نيم اللي مكتوب على الاستوانة على الاستوانة بتاعت نسخة الويندوز تمام ونتأكد هنا بقى بس نخليها هنا بقى الفايل سيستم دوت هنخليه هنا ايه هنخليها هنا ايه هنخليها هنا اه 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 اني تي اف اس هي مش فرقة كتير بس ده بيبقى اسرع في عملية الاكلاع يعني تمام وبعد كده هندوس ستارت بعد كده الفلاش هتكمل هينزل لنا الاسم دوت ويظهر لنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هنا كده تمام اهه ويندوز هنا طبعا تين عشان انا مكملتش عملية الايه الفورمات بس انتو يا جماعة بقى انتو هتكملوا لان انا مش ايه مش عايزة ده لتلاقيه الويندوز تيني ده بصراحة تمام لان السورس بتاعه ده محتاج اللي انا هننزله تاني فلو اتضمر السورس دوت دلوقتي اللي على الفلاشة فمش هينفع هنزل مش اقل من سبعة اتمانية جيجا كمان بالنسبة الويندوز تيني تمام اه محتاج انت بقى محتاجين حاجة بقى بعد الفلاشة ما تكمل كده خلاص وبعد ما يكمل عملية البتاع ده هتدوس له ايه هتدوس له كلوس كده بعد ما تكمل عملية اللي ستارت ديت هتخليه كمل للاخر هتدوس له كده هتدوس له كلوس وتغطر البرنامج بعد كده تعمل له ايه هو عملية ها هتستارت للجهاز تمام وتدوس له ايه انا بالنسبة اللي بات بتدوس له يهما تفي اف تسعة او اف اي او اف عشرة بالنسبة للأجهزة البسيه بتدوس له ايه بتدوس